السلام عليكم ورحمة الله اليوم موضوع عن الهجرة إلى كندا لبعض الحرف والمهن أول شيء لم تحتاج إلى اختبار لغة ولا إلى باكالوريا وبالنسبة إذا جواز صفرك منتهي مدة الصلاحية يمكنك التقديم إلى هذا الملف طبعا سيرة ذاتية كنداية بشرطها وإجراءتها جيميل باسمك ونسبك فهناك بعض الإخوان يقومون بأخطاء كثيرة حيث أن خطاب التغطية والسيرة الذاتية لا يكون موافق مع كندا كندا ليست هي أوروبا السيرة الذاتية بدون ألوان بدون وزن بدون ديانة بدون يكون تلخيص موجز لها إذا هناك انستغرام وفيسبوك لهذه الشركة التي تخولك للحصول على عقد عمل من خارج كندا وورك فونتاج هي موضوع اليوم هناك استمارة من أي دولة عربية تحدد بلد الإقامة وبلد الجنسية ثم تقدم ملفك عبر ضغطة زر واحدة تابع معي هذا الفيديو من الأول إلى الآخر لكي تكون لك فرصة في إرسال الاستمارة بطريقة صحيحة وسيرة ذاتية بـ PDF إذا نتجه مباشرة إلى الشرح والشروط والإجراءات إذا كما ترى هنا الاسم الكامل الهاتف البريد الإلكتروني باسمك ونسبك بلد الإقامة البلد التي تقيم فيه الجنسية تكتب جنسيتك هنا يعني منت من أي جنسية ثم تاريخ الولادة هل لديك جواز صفر سري المفعول؟ إذا كانت الإجابة نعم سوف تحدد هنا نعم لدي أو بدون جواز سفر فهو منتهي الصلاحية على سبيل المثال نضع وهكذا هل سبق لك أن حرمت من التأشيرة؟ تضع لا يعني أنا لم أتقدم بطلب انتبه جيدا إذا حرمت من التأشيرة لن يتم مقبول طلبك إذا أجبت نعم على السؤال السابق فما نوع التأشيرة؟ انتبه جيدا سافرت من قبل خارج وطنك تحدد أنت الإجابة فهذا سهل وهل لديك أي سجل جنائي انتبه جيدا سوف تضع لا ليس لدي سجل جنائي مستوى اللغة الإنجليزية لا توجد أو مبتدئ أو متوسط أو أنت تختار إجابتك مبتدئ على سبيل المثال إذا تم اختيارك لمنصب الوظيفة فهل ترغب في إحالتك إلى مستشار هجرة معتمد يمكنه مساعدتك في إعداد طلب تصريح العمل الخاص بك بشكل احترافي من أجل تجنب التأخير وتقليل مخاطر الرفض نضع لا أود أنا أريد أن أتقدم بنفسي تقوم بتحميل سيرتك الذاتية الكندية بشروطها بدون صورة بدون وزن بدون ديانة بدون ألوان إنتبه جيدا في السيرة الذاتية الكندية فهي لديها شروط خاصة بها غير السيرة الذاتية الأوروبية تكون بدون صورة وتكون ملخصة لأنها سيرة ذاتية مهنية تختار الملف للسيرة يكون بدئف كيف وجدت موقعنا هذا سهل جدا عبر لينك دين طبعا أو أي وسائل تواصل اجتماعي ثم أرسل الآن هناك تجد الانستغرام والفيسبوك الخاص بهذا الموقع وهنا تجد الصفحة الرئيسية على هذا الشكل سوف أريك المزارع وأريك بعض الحرف وفي عدة مجالات منها الطبخ والنجارة وسباغ وحداد ومشغل آلات هنا مرحبا بك في لوحة الوظائف لدينا جميع الوظائف الشاغرة للعمل في كندا التي لدينا حاليا موجود وظائف جديدة وتم تحديث الموقع وأردت أن أطاحه في القناة يرجى التقديم فقط إذا كنت تفي بمتطلبات المشار إلي لكل منصب انتبه وقرأ كل هذا أول ميناء تجد صانع الخزائن 19 دولار في الساعة وطبعا أنت تتقدم من خارج كندا سوف أريك ذلك هنا حتى لو لم يكن لديك جواز صفر أو متأي الصلاحية حتى لو كانت لغتك الإنجليزية مبتدئة يمكنك الإرسال أخي الكريم هذه الفرص لا تعوض بثمن هنا نجار هنا أعمال تركيب السجة 23 دولار في الساعة هنا نجد الدريول هذا بالنسبة ل يعني نجد 30 دولار في الساعة مدير مزرعة وبعض المزارع سوف نتكلم عنها مركب تغطية الأراضي 19 دولار الحرف والصناع موجودة هنا بالنسبة للأكل مشرف خدمة طعام موجود حرف كثيرة جدا ونختار منها عامل مزرعة ألبان وهنا في الأسفل إذا نزل تجد هنا العمال العامين والميكانيك النقل وفي تنسيق الحدائق جارديني بستاني في تنظيف الخفيف المنظف مشغل آلات التسجيل فني أجهزة بالنسبة للذين يشتغلون في المكيفات العديد من المهن هنا سباك الإخوان الذين يسألون في السباكة بلومبي صاحب الأسقف وسوف نتكلم عن العديد من المهن أنت تبحث عن ميهنتك أنا أريد أن أتقدم مثلا على سبيل المثال في المزارع نختار هنا عمل تحت تنسيق الحدائق إذا أردت العمل في البسنة والظهور عامل المزرعة عامل المزرعة إذا أردت تقديم تضغط على الصورة هنا عامل مزرعة ألبان انستغرام فيسبوك يمكنك التواصل معهم دائما في أقصى اليمين 15 دولار لمسمى الوظيفة أعمال المزرعة العامة مساعدة العجول والحلب والنزع المياه وتنظيف الأحواض والتنظيف وقطف الأحجار وسيانات الجرارات هذا سهل متطلبة خبرة لنتقل عن سنتين وتتطلب المورونة في الموعد محدد وتكون مرشح ومرتب تجد من 15 دولار في الساعة عام 30 إلى 40 ساعة في الأسبوع سكن في المزرعة تحصل على سكن انتبه جيدا فالسكن موجود وتأمينات الصحة والإعاقة وما لذلك إذن هنا نجد تقدم وفقا لحالتك هنا الحق والقانون أنا خارج كندا مواطن كندي لدي دراسة لدي تأشيرة زائر نضغط أنا خارج كندا بالنسبة لدي تأشيرة زائر يمكن أن يحولها إلى إقامة بعد الضغط على أنك خارج كندا لا تستخدم أكثر من مرة إذا قمت بذلك فنيتم النظر في طلبك الإخوان الذين يرسلون مرتين ثلاث مرات فانتبه جيدا يجب أن ترسل مرة واحدة فقط الاسم بالكامل اسمك ونسبك بالكامل الهاتف بلد إلكتروني بلد إقامة جنسية تاريخ الولادة هل لديك جواز صفر سهل المفعول تضع نعم أو لا على حسب أنت جوازك هل تبقى لك أن حرمت من التأشيرة تضع لا لم أتقدم بطلب إذا حرمت من التأشيرة سوف يكون هناك إعاقة في التقدم ثم هل سافرت خارج وطنك هذا سهل سافرت أو لم تسافر فهذا سهل هل لديك أي سجل جنائي تضع لا ليس لديك سجل مستوى اللغة طبعا مبتدئ متوسط أنت تختار وبدون اختبار اللغة وهنا نعم أرغب في توضيف خدمة مستشار الهجرة تضع لا لأنك تريد أن تتقدم بنفسك ومجانا وبدون أي شوشرة هنا تحميل ومن يريد أن يعني عادي تريد أن مكتب هجرة أو أي محامي أو مستشار يكون يعني موثوق أنت تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتقوم بتوضيف مستشار هجرة كيف وجدت موقعنا هذا سهل ثم أرسل الآن تضغط عليها سأترك لكم الموقع في صندوق الوصف على الشكل الذي شرحنا في الأول ويمكنك التواصل معهم عبر انستغرام فيسبوك في أقصى اليمين ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلك دائما كل جديد وظائف جديدة وشاغر الآن وتتقدم من خارج كندا وأتمنى لكم حظا موفقا وأي سؤال يمكنك تركوه في التعليقات ونحن تحت أمركم من قناة سويت هارت للهجرة اشتركوا في القناة